إن الحمد لله نحمده ونستعنه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات أيها الحضور المبارك المتابعون والمتابعات لا يزال الكلام موصولا معنا في الحديث عن حصائد الألسن عن الأشياء التي تصدر عن اللسان وقد قدمنا لهذا الموضوع بمقدمات وشرعنا في آخر خطبة في الكلام عن هذه الحصائد تفصيلا فتكلمنا عن الشرك في القول واليوم سنتكلم عن الاستهزاء بالدين الذي يصدر من اللسان أو عن اللسان لنبين للناس حكمه لنبين لهم خطرة لنشرح منطلاقا من النصوص الشرعية منطلاقا من أدلة القرآن وأدلة السنة كيف يتعامل الإنسان مع هذا الاستهزاء الذي قد يصدر هنا وهناك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو بطريقة بعض المرات فيها ضحيك وكذا حتى لا يقع المسلم في ذلك وهذا هو الغرض هذا هو الغرض الغرض هو أننا نتعلم أننا عندما يصلنا حكم الله في مسألة من المسائل نسعى جاهدين لنطبق ذلك في واقعنا العمل سأبدأ حديثي بآية من كتاب الله من سورة التوبة يقول الله تبارك وتعالى وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئٌ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ الآية هذه الآية فسّرها علماؤنا جزاهم الله خير حافظ الله الأحياء منهم ورحم الله الأموت وذكرها غيرما واحد من علماء التفسير وجاءوا بأسباب نزولها وممن ذكرها الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره جامع البيان في أسباب نزول هذه الآية ذكرت أقوال منها ما جاء عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة حديث هذا دخل في حديث الآخر ولكن القصة واحدة أن رجلا في غزوة بتيتابوك رجل وهكذا لم يحدده من هو قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء وهو يشير إلى الصحابة قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ماذا قال لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء ماذا قال انتبهوا إلى هذا الكلام يعني يستهزئوا بمن؟ بالصحابة كيقول لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء إن المسلمين خرجوا في غزوة تابوك للقاء الروم والروم كانت قوة عظيمة في ذلك الزمن قوة كبيرة قال يعني هؤلاء وصفهم بالجبن عند اللقاء يعني ما عندهم شجاعة ما عندهم قوة لا أرغب بطونا يعني أن بطونهم واسعة يعني بكثرة الأكل ولا أكذب ألسنا اتهمهم بالكذيف في القول وهذا هذا مشكل عظيم هذا 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 مشكل كيف أنت تتكلم عن هؤلاء العظام بهذه الألفاظ التي لا تلق فعباد ذلك قال عوف بن مالك لما سمعهم يتكلمون قال كذبت ولكنك منافق لهذا الرجل الذي ذكر هذا الكلام قال كذبت ولكنك منافق يعني هذا الكلام الذي صدر من لسانك لا يصدر إلا عن منافق قال أوله هكذا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا هذا الشيء الذي سمعته من هذا الرجل سأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فمعنى وجد القرآن قد سبقه وجد أن الآيات قد نزلت في هذا الرجل الذي تكلم بهذا الكلام قال فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله بعد ذلك يعتذر على هذا الكلام الذي صدر منه فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق تعرف ممعنى هذا الكلام قالوا زع ما كنا في الطريق وكنا نتكلم وكنا كندوز الوقت كنا مع الطريق كان الكلام يأخوذ فيه الأخذ الرد وهذا أمر مشهود نراه عند الناس يعني يكونوا في الطريق ولا يكونوا في مجلس أو يكونوا وراء التلفاز أو في مجمع من المجامع فكل واحد يدلي بدلوه ويقول كلامه وهي يبدأ الكلام بين هذا بعض الناس لا يلتفتون ولا ينتبهون ولا يقفون ولا يتثبتون وتصدر منهم أقوالا يعني تصدر يعني لا يلقون لها بلد هذا الكلام إذن جاء ليعتذر للنبي فذكر في عدره قال يا رسول الله إنما كنا نخوض نخوض يعني نتكلم هكذا وهذا يقول كلام والأخر كلام ونتحدث حديث الركب من حديث الركب الناس ماشين في الطريق ويتكلمون هذا يقول وهذا يقول نقطع به عن الطريق فقال ابن عمر كني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله النسعة هي ذاك الحبل وإن الحزارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون واشهاد الخوض وهذا اللعب وهذا الكلام وهذا يكون بآية الله بكتاب الله برسول الله بدين الله هل هذا الكلام الذي هو في مثل هذه المواطن إذا تعلق الأمر بشرع الله وإذا تعلق الأمر بدين الله وبرسول الله وبكتاب الله لا لعب في ذلك ولا خوض في ذلك ولا استهزاء في ذلك ولا ضحك في ذلك هذا تعليم من؟ تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال راوي الحديث ما يلتفت إليه وما يزيده عليه كيف ما يلتفت إليه؟ النبي لم ينظر إليه أي لم يقبل عذره ولم يزد على قول الله تعالى قل أبي بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم تعرف ما معناه قد كفرتم؟ يعني أن هذا الاستهزاء بالدين والاستهزاء برسول الله والاستهزاء بكتاب الله والاستهزاء بشرع الله هذا يخرج صاحبه من الملة والعياذ بالله الله تعالى يبين هذه الحقيقة ويبين هذه المهلكة التي يقع فيها هذا الذي يتكلمه يتكلم في دين الله ويستهزئ بكلامه وفي شرع الله فهذه القصة مع الآية التي ذكرت يدلان على أن الاستخفاف والاستهزاء بالدين كفر بالله لماذا؟ قال العلماء لأن الأصل هو تعظيم الله وتعظيم دين الله وتعظيم شرع الله فهذا الذي يستهزئ ويحتقر ويسخر ويلعب بدين الله تعالى فهذا قد كفر لأنه خالف ذلك التعظيم وتدل الآية على أن اللاعب والجاد في الاستهزاء سواء سواء كنت تضحك أو تمزح أو تتكلم بالجد ففي كل الأحوال ركس واء وهذا فيه تنبيه وترهيب شديد للذين يشتمعون في بعض المجالش وترى هم يسخرون ويحتقرون ويتكلمون بكلام فيه صخرية وبعض المرات فيه نكات وكدح تضحك الناس ويتكلمون على شرع الله تبارك وتعالى كما تدل على بطلان قول من يقول الكفر لا يدخل إلا في أفعال القلب بعض الناس اللي يقول لك الإيمان في القلب فهمت؟ يعني سواء قلت ولا ما قلت لا يضر لا ليس كذلك الأمر ليس كذلك لماذا؟ ولعن سألتهم لا يقولن إنما كنتنا نخوض ونلعب كيف كنتم تخوضون ونلعب؟ بالكلام أي كلام؟ الكلام في الصحابة بأن لهم بطن كبيرة وأنهم جبناء عند اللقاء وكذا هل هذا صدر بالقلب أو صدر باللسان؟ صدر باللسان ولهذا قال الله تعالى قد كفرتم ما الذي أدى بكم إلى الكفر؟ هل اعتقادكم أو قولكم؟ قولكم لأنكم أخرجتم هذا الكلام وتلفدتم به وسواء كنتم جادين أو كنتم لاعبين فالأمر سواء في ذلك ثم قال العلماء ولهذا وجب التحذير والتعليم والتربية على أن كل من استهزأ بالله أو استهزأ بالملائكة أو استهزأ بنبي من الأنبياء أو بآية من القرآن أو فريضة من فرائد الدين بعد بلوغ الحجة إليه فهو كافر وهذا الإجماع نقل نقل عن ابن حزم رحمه الله فقد نقل الإجماع بهذا الكلام ابن حزم رحمه الله قال العلماء ومنه السخرية والاستهانة والتحقير على وجه يضحك منه مثلا الناس بعض المرات يجتمعون ويتكلمون فتجد في كلامهم سخرية واستهزاء واحتقار واستخفاث حتى يضحكوا الناس قال هذا من ذلك قال والواجب على المسلم إذا سمع أو رأى شيئا من الاستهزاء بالدين أن ينكر على قائله ما معنى ينكر على قائله أنه إذا كان موجودا في مجلس من المجالس التي يستهزأ فيها بالدين أو بشرع الله أو بفرائد الله أو بنبي الله لابد أن ينكر أن ينكر كما قال هذا لما تكلم هذا الرجل قال له كدبت يعني كدبه وأنكر عليه مباشرة وهذا هو الموقف الذي ينبغي أن يكون على المسلم لماذا؟ لأن في ذلك نصر لدين الله ونصر لشريعة الله ونصر لرسول الله بعد الناس يجلس في مجالس يرى الناس يحتقرون ويستهزئون هو ربما قد ينكر ذلك بقلبه ولكن لا يستطيع أن يتكلم فكأنه موافق لهم على ما هم عليه مع أنه قد يبغضه بقلبه ولذا قال أهل العلم لا بد أن ينكر على القائل وعلى الفاعل إنكارا شديدا فإن لم يستجب له لزمه مغادرة المجلس إذا كنت في مجلس يفعل فيه هذا الأمر يحتقر فيه ويستهزئ به فلا ولم تستطع أن تنكر ولم تستطع أن تغير هذا الكلام فلزم أن تغادر هذا المجلس لأن الله تعالى قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذن مثلهم إذا قعت وأقررت وبقيت في ذلك المجلس فلك مثله كأنك مشارك كأنك مشارك له في الإث وهذا يعلمنا كيف نتعامل مع هذه الأحوال قال العلماء وقد يكون الاستهزاء معصية لا كفرا الآن تكلمنا على الجزء الأول الذي يكون فيه الاستهزاء كفر كفر معناه يخرج صاحبه من الملة ولكن هناك نوع آخر من الاستهزاء قال العلماء هذا ليس كفرا وإنما هو معصية قال كأن يستهزئ بشخص مسلم لذاته فإن استهزأ به لتدينه فقد يخرجه عن تلك المعصية إلى الكفر والعياذ بالله وهذا تفصيل مهم بعض الناس تجده يتكلم عن اللحية وعن الحجاب وعن الخمار وعن اللباس وعن كده وتجده يضحك ويلعب وكده فإن أراد الشخص فهذا يكون وقع في كبيرة وإن أراد الدين فقد يخرج بذلك من الملة والعياذ بالله وهذا تفصيل فصله العلماء وهو تفصيل دقيق أما التبسم والضحك عند سمع هذا الكلام فيجعل صاحبه شريكا للقائل في الإثم وإن كان عن رضا وقبول فيدخل يكون معه في الإثم إنكم إذن مثلهم وإن كان على غير رضا وقبول فهو وقع في معصية مثلا أنت جالس في مجلس مع الناس ويستهزئ بالدين ويستهزئ بشرع الله وتكلم عن الله سبحانه وتعالى الكريم والعزيز وأنت ترضى بذلك الكلام فأنك مثل هذا القائل طبعا في الحال هناك مجالس فربما مجالس مع غير المسلمين وفيها هذا الكلام فالمسلم لا يقبل هذا الكلام ولا يجلس في هذا المجلس إذا رضي به فهو شريك له في الإثم إذا لم يرضى به فهدفه لم ينكره فهو على معصية ولزمه أن يغادر وإذا نظرنا إلى هذا المعاني نفهم لماذا كيقول العلماء مجلس مثل هذا المجالس التي يستهزئ بها بالدين ويستهزئ بها بشرع الله تعالى ولا تبتسم ولا تضحك لا تضحك وإن كان الكلام في بعض الأحوال يجر إلى الضحك فضحكك وابتسامتك تدل على قبولك لهذا الاستهزاء وهذا لا ينبغي علمني الله وإياكم ما ينفعنا سأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم علما وعملا وإخلاصا والحمد لله رب العالمين